ترجمة نانسي قنقر من منطلق الحق الذي كفله الدستور البحريني للمواطنين في المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية وحرصا على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية ولقناعة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات بأهمية الرغابة الوطنية تم فتح الباب مبكرا لجميع مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في المراقبة الوطنية على العملية الانتخابية مراكز الاقتراع الرئيسية والفرعية شهدت منذ ساعات الصباح الأولى مشاركة بارزة لمؤسسات المجتمع المدني لمراقبة عملية الانتخابات لتأكس هذه الصورة حرص مملكة البحرين على سير العملية الانتخابية في إطار النزاهة وشفافية فإشراك مؤسسات المجتمع المدني في رقابة العملية الانتخابية لهي دلالة واضحة على الدور البارز الذي تلعبه هذه المؤسسات باعتبارها آلية وطنية ترسخ مفهوم المواطنة وتضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتؤكد على وعي المؤسسات الحكومية في المملكة بأهمية المشاركة لجميع مؤسسات المجتمع المدني وقد شهدت جميع الدورات الانتخابية منذ عام 2002 حتى الآن مشاركة مماثلة من قبل مؤسسات المجتمع المدني الرغابية كرست من دور الرقابة والمسائلة المجتمعية وضمنت نجاح العملية الديمقراطية وضمان نزاهتها وشفافيتها